ويعني أسأل إذا كان هذا الشخص مجدهد مؤهل الإجتهاد والتأهيل الإجتهاد يعني شروطه زي ما ذكى الامام الشافعي رحمه الله عالما بالكتاب ناسخي ومنسوخي محكمه ومتشابيه عامه وخاصي مطلقي ومقيده يعني من السنة كذلك وعالم بإجماعات الأمة ومع ذلك وتكون ويقول وتكون له مع ذلك قارحة وهذه المسألة الصعبة تقول أن أي واحد يقولك أن يعالم بالنسخ والمسوخ والحديث الصحيح والضعيف وكذا يفتح الانترنت ويكشف عن الله ويأتيه الجواب لكن هذا واحد ولا يجعلكم مجتهدا الذي يجعلكم مجتهدا كما قال الشاهر رحمه الله ويكون له مع ذلك قارحة هذه القارحة لا يستطيع أن يتحص عليها من الانترنت ولا من أي شخص هذه ما تأتيش إلا بممارسة علم وتني الركب والجلس للعلماء وتلقي العلوم المختلفة وكذا حتى يتمكن من كتة الأخذ والرد والمدارسة والمذاكرة حتى تتكون له هذه القارحة إذا كان هو توفر فيه شروط الاجتهاد الذي ذكرتها فهذا لا حرجع لي ليأخذ براجح هذا الواجب عليه لأنه سأل حتى في السواء قالك هل لابد لأخذ بقول الجمهور إن كنت مقلدا مثل عامة الناس لم تبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد الذي ذكر الإمام الشافي ولم تكن لك قريحة فيجب عليك أن تقلد من تثق في علمه ودينه وتقليد الجمهور هو أحوط لك من تقليد شخص واحد أما إذا كنت بلغت الدرجة التي بلغتها فلكن تختار القول الراجح في أي مسأة سواء كانت مشاعرها الإمام مالك أو الإمام يعني كل إما يقولوا إذا كلامي عارض كلام الحديث فترك كلامي دع كلامي واخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لكل أحد ليس لكل من واحد يعني ينبهر بهذه المسأة زي ما علموها للصبيان الصغار يعني قبل أن يفكوا الخطس جعلوهم مجتهدين يفتح النت يقول هذه المسأة فيها حديث وهذه يعني خالف فيها مالك الحديث وهذه خالف فيها الشافعي الحديث وهم في الواقع لا يفقهون شيئاً والشافعي لم يخالف في الحديث هذا ليه ذكره ولا مالك ولكن لهم عندهم وسائل أخرى لاستدلاء والاستنباط هو لم يرقى إليها ولم يعرفها فإذا كان إنسان بهذه الصورة يعني من المقلدين من عامة الناس فيجب عليه أن يختار مذهب أو قول الإمام وكذا أو يستفتي شخص يتق فيه ويأخذ بقوله ولا يجد له التنقل لأن تقول بعدك يكون هو تبعاً للتشاهي والدين ما فيشه تشاهي الدين فيه يعني حزم وأخذ بالقول اللي هو الصحيح والي يعتقد المسلم أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى فهذا هو المسلم يعني مش مسلمة أنه مش لكل واحد إذا كان إنسان وبارغ دارة الاجتعال له أن يأخذ من أي مذهب يتنقل لا يحرج عليه أما التنقل يعني يبحث عن الرخصة يبحث على يعني ما يقوله فلان ولا فلان يعني زي ما يشيعون الناس مذهب مارك ضعيف ولا مذهب فلان ضعيف وكذا هذه كلها ترهات وخرفات وبدع أدخل في أقول الشباب وناس لا يخافوا الله عز وجل ولا يريدنا أن يعلموا الأمة لا يريدنا تعليم الأمة ترجمة نانسي قنقر